أهلا وسلم بكم سهد الكرام والبداية مع الأسواق العالمية ولكن أسعار الطاقة حيث قفزت بحوالي أكثر من 3% في جلسة أمس بعد أن غطت أمال بنى اللقاح كوفيد 19 يلوح في الأفق على القلق إذا هبوط في الطلب على الوقود بسبب إجراءات جديدة للعزل العام لإحتواء فيروس كورونا عقود الخام برينت أنهت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة بدولار 21 سنت وبحوالي 3 في المئة عند مستوية 43 دولار 61 سنت للبرميل عقود خام القياس الأمريكية أيضا غرب تكسل وسيطة ارتفعت بأكثر من دولار وبحوالي 2.17 في المئة وعند مستويات 41 دولار و36 سنت للبرميل بالتالي يعني كلها الخامين القياسي سجل قفزة بأكثر من 8% كانت يوم الدين هي أكبر مكاسب لهما في واحدة من أكثر أو أكثر من 5 أشهر ولكن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية خفضت اليوم توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2021 بمقدار 360 ألف برميل يوميا إلى 5 ملايين و 890 ألف برميل يوميا في توقعاتها أيضا الشهرية رفعت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها للطلب العالمي على النفط للعام أو لهاته الربع الأخير من العام 2020 بمقدار 10 ألاف برميل يوميا توقعت أيضا كذلك أن يسجل هبوط بقدر 8 ملايين و 610 ألاف برميل يوميا على أساس سنوي ويدعم ذلك أيضا ارتفاع الأسعار مبدو أيضا كذلك المنتجين في أوبا كبلاس من حديث الوزير الطاقة الأمير عبدالي بن سلمان لإسعداده لتعديل اتفاقية وفقه احتياجات السوق وبما يعزز التوازن بين العرض والطلب في ضوء وفرة المعروض الحالية بعد الزيادات الليبية مقابل ضعف الطلب جراء الإغلاق الأسواق أيضا هبطت في جلسة أمس يعني مؤشرات الأسهم الأمريكية عن نهاية تداولات ثلاثة في حين أنه ارتفع مؤشر داون جونز يعني وحيدا وسط ترقب تطورات ذات الصلة بالوباء أداء يعني بورسة والستريت جاء مع استمرار الخسائر في أسهم شركات التكنولوجيا والتي استفادت بشكل كبير الفترة الماضية من الوباء أمس كانت لدينا تراجع في سهم أمزون بأكثر من ثلاثة ونصف النقطة المؤوية هبط أيضا سهم زوم بأكثر من ستة وسبع عشر في المئة سهم أيضا ألفابيت ومايكروسوفت كان بواحد ونصف النقطة المؤوية وبثلاثة ونصف النقطة المؤوية ولكن على صعيد آخر أيضا كذلك يواصل الرئيس الأمريكي دولان ترامب بالتشكيك في نتيجة الانتخابات الرئاسية حيث قال أنه نتائج الطعون ستبدأ في الظهور خلال الأسبوع المقبل بالتالي توقع وزير الخارجي الأمريكي أيضا ماك منبيو استمرار أنه رئيس في منصبه لفترة ولاية ثانية عند الإغلاق كان هناك ارتفاع طفيف على الداون جونس بأقل من ثمانية شهر في المئة تقريبا مائتين نقطة وصل فيها لهم مستوى تسعة وعشرين ألف وحوالي أربعمائة نقطة مؤشر أيضا كذلك الاسلانت بيت تراجع بنسبة كبيرة بداية الجلسة وأيضا بعد نهاية الإغلاق كان على تماسك تقريبا بأقل من عشر النقطة المؤوية بالتالي أيضا كانت جلسة متقلبة على كافة الأسواق العالمية وأيضا حتى على الأسواق الأمريكية واللي ربما يعني كان هناك العديد من الشركات استفادت الفترة الماضية خاصة اللي يغلب عليها الطابعة التكنولوجي استفادت من الارتفاعات اللي في الفترة الماضية اللي كان الحوج الفعلي بالنسبة لهذا القطاع بالتالي رغم أنه كان هناك قفزة كبيرة في أسهم هذه الشركات الطاقة لأنه أيضا كذلك قبال المستثمرين على بيع سندات الخزانة الأمريكية واللي تعتبر ملاذ آمن بعد أنه أيضا قالت شركة فايزر على أنه لقاحة تجربة أظهر فعالية بنسبة 90 في الماء بالتالي بدأت أنه تتجه الأموال من الملاذات الآمنة إلى الأسواق وارتفاع شهية المخاطرة وأيضا كذلك مسكالدنا في الأسواق الأمريكية والأوروبية بشكل عام يعني قطاعات السفر والمالية كانت ممكن أكثر القطاعات اللي كانت ذرة الفترة الماضية من الرامي لاحتواء الجائحة ولكن أيضا كذلك كانت من أكثر القطاعات اللي ربما بارتفاعا خاصة قطاع الطيران في الولايات المتحدة والعديد من الشركات سوق الأسوم السعودي لم يكن بمعزل عن أسواق المنطقة سوق الأسوم السعودي كان لديه استجابة سريعة وقوية للارتفاعات اللي شهدناها على أسواق المال العالمية وأيضا حتى على الحركة اللي شهدناها في جلسة الأثنين على أسواق الطاقة سوق الأسوم السعودي أغلق في جلسة أمس عند مساعدة 8405 نقاط بمكاسب بلغة ما يقارب 39 نقطة ولكن إذا ما أخذنا في الاعتبار أن السوق أمس كان لدينا صعود إيجابي في بداية الجلسة بأكثر من 11% ولكن نتحدث عن أن الربع ساعة الأخيرة من السوق قلص جزء كبير من المكاسب في جلسة متذبذبة ولكن إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الجلسة الخامسة على التواري ما زال يواصل السوق الصعود الإيجابي أطول سلسلة نشهدها على السوق في أكثر من ثلاثة أشهر قيم التداول في جلسة أمس هي الأعلى في أكثر من شهرين نتحدث عن أكثر من 17 مليار ريال قيم التداول في سوق الأسهم السعودي في جلسة أمس بالتالي هذا ارتفع شهية المخاطرة أقبل صغار المستثمرين على الشركات الصغيرة والمتوسطة كنا نتحدث أمس عن الأسهم القيادية يعني استحلت جزء كبير من السيولة ولكن أيضا شركات الصغيرة والمتوسطة سهم الأسماك استحوذ على السيولة بأكثر من مليار ريال على كل سوق الأسهم السعودي يفتتح اليوم على مكاسب بثلاثة أشهر في المياه حوالي عشرين نقطة ثمانية ألف وأربعمائة وأربعة وعشرين نقطة مستويات المقامل السوق عند مساة ثمانية ألاف وستمائة نقطة السوق يعني لمس أعلى نقطة عن ثمانية ألف وخمسمائة وواحدة عشر نقطة ولكن وقلز كبير من المكاسب هذه المستويات يعني يواجه السوق عندها ضغوط بيعية كبيرة منذ بداية العام تجاوز هذه المستويات قد نشهد السوق مستوياتها على خلال الفترة القادمة على كل مساة الكرام أعود لديكم بعد ساعة ونصف من الآن لمتابعة أخر أرقام سوق الأسهم السعودي وتفصيل أكثر في النتائج المالية لأداء الشركات أمل أن أعود إلى الزملاء واستكمال البرنامج اليوم